طبعا موضوعنا مهم يا دكتور مينا يعني اي حاجة بتصيب العين او بتشغل هذه الجزء من الانسان دايما بتبقى مهم جدا الرؤية ونمط الحياة طبعا الواحد يعيشوا بشكل طبيعي ونحن نحسن دايما الروتين او النمط بتاعنا في اليوم دي حاجة مهمة جدا اي حاجة بتعطل دا دايما بتبقى ايه يعني مشكلة كبيرة لأي شخص الرؤية بتالي ما فيش استغناء عنها يعني اللي شغله فيه مجهود اللي شغله فيه راية اللي شغله فيه كومبيوتر اللي شغله فيه اي حاجة الرؤية لا استغناء عنها خليني افهم الحقيقة اكتر على فكرة الليزك من خلال الحقيقة السؤال اللي جالنا من السادة مشاهدين واحد بيقول كده عايز اعمل ليزك اعرف ازاي اني يناسبني ولا هل في حاجة تناسب اشخاص ما تناسبش اشخاص اخرى او هل يعني بمعنى صح هل ليزك يناسب الجميع تمام طيب علشان نجاوب على السؤال ده محتاجين ان احنا نعمل تلات حاجات هل الليزك ينفع ولا لا تلات حاجات لازم نعملهم اول حاجة نعمل مقاس نضارة نشوف هو اصلا نظر ضعيف قد ايه تمام اذا كان نظر في الجنج بتاع الليزك هنعمله تاني حاجة ان احنا نعمل فحص قاع عين نشوف قاع العين والشبكية عنده كويسة والعدسة كويسة فيش مية بيدة مفيش حاجة اوكي تالت حاجة ان احنا نعمل فحص القرانية لانه الليزك اصلا او الليزك بيغير شكل القرانية فبيصلح النظر لو احنا جينا الاول حاجة اللي هو كشف النظارة الليزك ليه رينج يعني مثلا الناس اللي عندهم مايوبيا او قسر نظر الليزك اقصى حاجة او المثالي ما يزيدش عن مينس تمانية لكن ممكن نصلح لحد مينس عشر المثالي ما يزيدش عن مينس تمانية لكن ممكن لحد مينس عشر نصلح ليزك بس مش مينس 12 لا مينس 12 ده اوتو فرينج بالزبط كده نيجي مثلا الناس اللي عندها طول نظر بلاس دايما فيه بنقول المثالي في البلاس مثلا بلاس 4 لكن ممكن لحد بلاس 6 لكن هو المثالي تبقى نتيجته كويسة لحد بلاس 4 فلو اي حد بتفاجع علينا ممكن يشوف المقاسات بتاعته هيعرف هو في ايه لكن لو بلاس 7 مثلا وقلنا ان احنا لغاية اخرنا بلاس 4 ونقدر نوصل لغاية بلاس 6 معناها ان احنا ممكن نعالج لغاية لما مثلا هذا الشخص يبقى بلاس 1 او بلاس 2 بعد العملية ما هو كده هيجع يلبس ندارة انا كده ما عملناش حاجة هو عايز يعمل عملية يستغنى عن ندارة خاصة ان طول النظر من الحاجات اللي ممكن يرجع يضعف تاني فلازم نبقى يا نصلحوا كله يا ما نصلحش فاهمني الاستجماتيز بنفس الكلام المثالي لحد مرنس 4 بس ممكن نحن نصلح لحد مرنس 6 يعني 6 درجات بس المثالي 4 درجات فهي الفكرة انه خاصة في طول النظر بالذات طول النظر ارضى اكتر من البقين ان هو يرجع يضعف تاني فلو ما كناش هنصلحه كله وبزيادة كمان يعني هو لو هو انا مثلا احب مثلا لو هو مثلا بلاس 4 اصلح له 4.5 لان لو رجع ضعف شوية تاني يبقى احنا فرينجي فاهمني فدي اول حاجة تاني حاجة فاحصقها العين لو هو عنده ما يبيضة مش هينفع ليزك لو هو عنده ضعف في الشبكية الشبكية دي هي السنسور هي اللي بيشوف لو عنده مشكلة فيها مش هينفع ليزك تمام ده تاني حاجة تالت حاجة القرنية هو الليزر ده عبارة عن ايه نحن بنغير شكل القرنية طب لو القرنية ما تستحملش نحن نغير شكلها رفيعة مثلا رفيعة فيها تحدب زيادة فيها في حاجات كتير فيها سحابة مثلا فيها اي حاجة تمنع ان احنا نعمل الليزك طبعا عشان ينفع ليزك او لا مقاسي نظارة وده ممكن اي حد يقرأ في البيت يشوف زي ما قلنا تاني حاجة قع العين تالت حاجة القرنية